على مدى تسعة أيام من الفعاليات والبرامج التدريبية أسدل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الستار على فعالية أمد الدقم 22 حيث تجاوز عدد الزوار أكثر من 23 ألف زائر وقد تخللت الفعالية إقامة أنشطة شبابية متنوعة في مجالات ثقافية ورياضية وابتكارية وتكنولوجية وفي مجال الاستدامة نالت إعجاب الزوار جاء تنظيم الفعالية بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعد فعالية أمد الدقم 22 مختبرا تجريبيا مصغرا لطموحات الشباب العماني لمستقبل عمان والعالم حيث تم إسناد عمليات التصميم والتنفيذ لمجموعة مختارة من الشباب العماني المبدع لإيجاد تصور يجمع بين العلم والتكنولوجيا والفن والترفيه في شكل حداثي يستعرض التحديات والفرص لصنع عالم أفضل